السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة مالك المناجي بالنهاردة هنوريكم نوعيات من صخور المر وعملية الفحص الصحيحة التدريجية ركزوا الفيديو لأنها تتعلم عملية فحص أي حجر من حجار المر واللي انت شاكك فيها ده أول حاجة لأنواع اللي أمامك أنواع من صخور المر ومتأكسدة وموجودة في أغلب الدول العربية وعلى رأسها السعودية موجودة على سطح الأرض الصخور اللي انت شايفها دي الصخور سهلة جدا وهتلاقيها في مواقع كتيرة في الوطن العربي زي السعودية واليمن والسوريا والتونس والجزائر والمغرب وطبعا مصر والسودان النوعية دي بنقول عليها نسبة الدهب فيها تتروح بين 5 جرام في الطن الواحد ل10 جرام ويمكن أكتر 25 جرام في الطن الواحد لكن طريقة اكتشاف الصخور وطريقة البدء في عملية استخراج الدهب لازم تبنى على عملية فحص الحجر نفسه عشان نشوف نسبة الدهب الموجودة في الحجر يعني انت لو مبتدئ معانا عزيزي المشاهد لازم تتعلم طريقة الفحص الجيدة عشان توصل للحجر هل فيه دهب ولا لا طبعا انواع الدهب احنا قلنا الدهب هيكون معاك ظاهر ده الدهب الواضح بيكون مواضح في الحجر عزيزي مشاهدين القناة وبتكون فيه قطع في الحجر زي ما هنوريكم دلوقتي النوعية اللي امامك دلوقتي عزيزي مشاهدين القناة النوعية دي اللي بيكون فيها قطع من الدهب واحنا بنسميها الدهب الظاهر او الدهب الناجل وده مش محتاجة طبعا شغل كتير هتطحن وهتلمي بالزيبة او ان انت هتشتغل عليها بدون زيبة يعني يدوي هتشتغل عليها بدون زيبة يعني الطريقة اليدوية اللي هي عبارة عن طلقية قطع الدهب من الصخور او من الصخرة اللي انت طحن طهع النهاردة هنعلمكم طريقة الفحص وركز معايا في فيديو لان عملية الفحص بتكون عملية دقيقة جدا وهي بداية العمل اللي هتفرق معاك في كل خطوة بعد كده اعزيزي مشاهدين القناة نحن نحبكم في الله ونتمنى الخير للجميع والفيديوهات اللي احنا بنعرضها بنتعب عليها عشان الجميع يستفاد لو تلاحز ان الفيديوهات بتاخد وقت كتير من تصوير او من نشر وده كله عشان الناس تستفاد وفي ناس بتهاجمنا كتير عشان مش عاوزين ان احنا ننشر العلم الصحيح ومش عاوزين الناس تعرف طبعا اللي بيهاجمونا دولة ناس بيستخرجوا الدهب ومش عاوزين المعلومات تنتشر عشان هم بس يستفادوا ناس فيها قليلة نسموهم ناس مريضة نفسيا او مرض القلوب الناس دي هي اللي بتحاربنا وبتحاول ان هي تأزينا عشان ما ننشرش العلم الصحيح وما ننشرش العلم لجميع المشتركين معانا في القناة والحمد لله في خلال سنة وخمس شهور وصلنا مئة الف مشترك والقناة في الزيادة وده بدعمكم طبعا دعم المشتركين معانا في القناة الناس اللي قلبها نضيف ودائما بتدعمنا وهيفضلوا يدعمونا واحنا والله العظيم السيد محمد العبري اللي هو صاحب مجموعة مناجم مناجم ملك المناجم في افريقيا متوعد للمشاهدين والمشتركين معانا والمتابعين معانا ويبدعموا القناة ان ليه مفاجآت هتبقى كبيرة باذن الله بس بالتدرج هنبتدي ندي جوائز هنوزع جوائز على اكبر كمية من الناس بمناسبة وصول القناة لمية الف مشترك بعد توزيع الجوائز للقناة لمجموعة كبيرة جدا هنوزع لان الجميع يكون مبسوط معانا والجميع يكون فرحون بعدها اللي هيستمر معانا هيبتدي ان هو يدي لهم جوائز قوية جدا سيد محمد العبري هيوزع جوائز وهتكبر معانا ومع القناة باذن الله عزائي مشاهدين القناة زي ما احنا قلنا المرو اللي انت شايفوا ده هو مرو الناجر او في قطع من الدهب اللي هي الدهب الواضح عزائي مشاهدين القناة عزائي مشاهدين القناة نحن نحبكم في الله وانا اسف ان احنا بنطول في الشرح بس عشان نوصل معلومات دقيقة ونوصل المعلومات اللي احنا عوزين نتواصل معاكم عن طريق الفيديوهات لان صحب جدا ان احنا بنعمل بس ومباشر مع ضغط العمل طبعا عشان نفحص العينة لازم نطحنها ونطحنها طحن جيد زي ما احنا نوريكم دلوقتي عملية الطحن عملية الطحن بسيطة جدا لاي مبتدأ بأدوات بسيطة جدا هتعرف العينة فيها دهب او مفاشدها اول حاجة هتبتدي بدأ الحجر او عملية تكسير الحجر والدق زي ما انت شايف كده بنقول عليه بشاكوش بنحاول ان احنا ندق وننعم التربة وعشان نشتغل عليها بعد كده عملية الفحص الفحص الدقيق جدا احنا هنبتدي مراحل الفحص الدقيق جدا اول مرحلة عملية الدق بعدين اول مرحلة اسمها مرحلة الغربالة الاولى والغربالة الاولى بيكون فيها الغربال بفتحات كبيرة شوية عشان ياخد لو فيها قطع دهب هتبين معانا باذن الله طبعا بعد عملية الغربالة الغربالة الاولى بتكون عملية الغربالة التانية الغربالة التانية اللي انتو شايفينها اعزائي مشاهدين القناة هنا بتطلع هنا العملية التانية دي عملية محتاجينها جدا عشان هتظهر لنا لو فيه دهب بودرة في العينة هنبتدي بعد عملية الغربالة هناخد معانا الراسب اللي تحت اللي هو عبارة عن احجار مطحونة بس نعمة جدا زي ما انتو شايفين اعزائي مشاهدين القناة المعلومات اللي انت بتشوفها دي معلومات مهمة جدا 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 وبالذات الناس المبتدئة واللي بتبتدي في العمل وعايزة تشتغل الطريق الصحيح انت ممكن بالطريقة البسيطة دي تفحص ممكن بالطريقة البسيطة دي هتشتغل على 50 كيلو في اليوم الواحد الـ 50 كيلو لو انت العينة غنية بالذهب يعني نقول مثلا لقيت فيها لو لقيت مثلا في الـ 50 كيلو 3 جرام هتكون انت كسبان لو اشتغلت عليها صح وبعد كده الذهب المايكسكوبي لو طلعت منها 3 جرام تاني هتكون انت كسبان عزيزي المشاهد بعد عملية الفحص زي ما انت شايف عملية الطحن بعد عملية الطحن عملية الفحص عملية الفحص عملية بسيطة جدا هي عبارة عن جمع الراس باللي احنا غرب لناه وهنخط عليه مياه وهنبتدي عملية التدوير باليد او بالسبوع هندور كده الطين اللي انت شايفو نازل ده عبارة عن غبار محمل مع الماء الماء محمل بالغبار العملية الاولى هي العملية ان احنا ندور مرة وبعد كده هندور الماء مرة تانية عشان عملية جمع الغبار الموجود في العينة ينزل مع الماء وكده هيفضل معانا الرواسب اللي تحت دايما الرواسب اللي تحت بتبقى غنية بالمعادن معادن كتيرة بلاتينيوم دهب فضة حديد بيكون فيها معادن كتيرة بس احنا بندور على حاجة واحدة الحاجة الواحدة اللي احنا عاوزينها عاوزين نشوف دهب لو شفنا دهب كده بعيننا يبقى كده هنشتغل في العينة لو شفت دهب على اطراف الرواسب يعني معناها العينة لا تقل عن عشر جرام في الطن الواحد لو شفت الرواسب كتير وفيه دهب واضح جدا يبقى كده العينة تتروح بين خمسين جرام وسبعين جرام في الطن الواحد لو كان الدهب غزير جدا جدا وشفت الدهب واضح بدون تعب يعني معناها العينة فيها مية وخمسين جرام من الدهب حسب النظر وحسب الخبرة هتحدد كم كمية الدهب اللي هتشتغل عليها احنا قلنا في اول الفيديو ان معظم الاحجار والسخور المر والموجودة على سطح الارض بيكون فيها نسبة من الدهب نسب دهب مايكروسكوبي يعني بيكون متعب شوية الدهب المايكروسكوبي لان الدهب المايكروسكوبي عاوز شرح طويل عشان كده احنا عاملين الدورة التدريبية للدهب المايكروسكوبي عشان نعلمك لان محتاج نشرح لك شرح دقيق وخطوة بخطوة نكون معاك فهنا حتى احنا نزلنا فيديو واسناس كتيرة مش فاهمة لكن لازم نتابع خطوة بخطوة بالذات عملية خلط المواد الكيميائية مع التربة هنا عملية الغسيل لو تلاحظ عزيز المشاهد ان احنا بنغسل بطريقة دائرية بنجمع الغبار ونزل الغبار تحت وبعدين بالعب مية تانية مية نظيفة عشان تلم غبار تاني من العينة العملية عملية طويلة شوية بس هتحدد نسبة الدهب الموجود في العينة عشان تشتغل بطريقة صحيحة عزيزي مشاهدين القناة وتبتدي العمل الصحيح احنا عوزين نرشدكم للعمل الصحيح بدون تعب دايما الدهب لو انت عاوز تنتج دهب وعاوز تنتج مش أقل من ثلاثة جرام في اليوم الواحد لازم تبع الخطوات اللي احنا بندها لك الخطوات الواضحة والصريحة والصادقة بدون ما تتعب نفسك في اشياء كتيرة في ناس بتشتغل على الماء الملكي والماء الملكي متعب مش هيطلع لك حاجة يعني عينة مثلا لو انت شفتها العينة مثلا كيلو هتشتغل بالماء الملكي لان مش هتقدر تشتغل اكتر من كيلو بالماء الملكي او اثنين كيلو طبعا متعب جدا بياخد ثلاثة ايام عمل وفي الاخر ممكن يطلع العملية غلط ومش هتعرف ترصب الدهب فهتكون متعبة احنا بنستخدم عملية الفحص اللي هي كولورايد الغصدير عشان نعرف العينة فيها دهب ولا لا فقط لكن العمل بكميات الميت كيلو من الصخور محتاج عمل يدوي واشياء بسيطة جدا عملية غسيل ومرات بالزيبة او ممكن ننقل دهب بيدينا في عملية تصفية بالتدرج اهم حاجة لاقي دهب في العينة لان العينة الغنية بالدهب هتريح معنا في الشو تصدق عزيزي مشاهد القناة ان انت بتعدي على احجار وصخور من صخور المر وصخور الزنك وانت طبعا في الاول ما كنتش تعرف القصة ايه ما كنتش تعرف ان الاحجار ده فيها نسب من الدهب تخيل بعد كده بعد ما شفت القناة وشفت الفيديوهات وتعلمت طريقة استخراج الدهب ان انت بتنتج دهب من الارض اللي انت بتدوس عليها من الاحجار اللي انت بتدوس عليها بتطلع لو تطلع ثلاثة جرام واحنا دايما بنحاول نساعد الناس ان هي تطلع نسب بسيطة كمبتدئ عشان هتعيش وهتطور من عمل تدريجيا يعني مش محتاج منك ملايين ولا محتاج ألف دولارات ولا محتاج منك كميات كبيرة من العمال محتاج انت بس تشتغل على اشياء بسيطة ميت كيلو بقولك او خمسين كيلو في اليوم الواحد تطحنوا متغسلوا 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 تجمع في الراسب وبعدين الراسب اللي تحت اللي انت شايفه بعد ما تجمعوا طبعا دي عينة فحص انت ممكن تعمل في حاجة اكبر من كده وتشتغل على كمية اكبر من كده يعني ممكن تشتغل على الخمسة كيلو كل نص ساعة خمسة كيلو لحد ما تاخدوا الرواسب بتاعة الميت كيلو او الخمسين كيلو وهيكون فيها نسبة من الدهب تتراوح بين ثلاثة جرام لخمسة جرام في الميت كيلو او الخمسين كيلو حسب نسبة الدهب لان الدهب يتراوح في العينات عزيزي ومشاهد انا بحاول ادفعك للامام عشان تشتغل وبحاول ان انت تغير من حياتك ا انا مش عاوز منك حاجة ومش عاوزك تهاجمني لان انا بدي لك معلومات مجانية وبطعف في اني بدي لك المعلومات دي وبشرح عشان تستفاد على فكرة القناة مش مستفادت منها اي حاجة بالعكس هي تعب بزيادة بس نعمل ايه لازم نوصل معلومات صحيحة وننشر العلم الصحيحة عشان الجميع يستفادع عزيزي مشاهدين القناة ويريد تدعونا وتدعو الولدين بالرحمة والمغفرة طبعا لو انت اشتغلت على عينة خمسين كيلو جمعتها ولقيت فيها خمسة جر سدقني انت كسبان الجرام الواحد يتراوح بين خمسة وسبعين دولار يعني حضرتك لو اشتغلت على تلاتة جرام انت بتتكلم في متين خمسة وعشرين دولار او متين وخمسين دولار في اليوم الواحد متين وخمسين دولار بالنسبة للدول النمية تعتبر مبلغ قوي جدا وتقدر ان انت في الشهر الواحد لو انت اشتغلت عشرين يوم في الشهر الواحد فانت بتتكلم عن مبلغ يتعدى التلات تلاف دولار فكده هيكون دخل ممتاز بالنسبة لك وتقدر التغير من حياتك عزيزي مشاهدين القناة نحن نحبكم في الله وزي ما انت شايف الراسب الاخير ده هو الدا اللي هتشتغل عليه بعد ما تشوف الدهب لما تشوف الدهب على اطراف الراسب وطبعا العملية دقيقة جدا لان العين اللي اخدناها حوالي نص كيلو فهنا العينة لو غنية بالدهب لو مش غنية بالدهب لازم نركز في الراسب هل في دهب ولا لا طبيعي العين اللي احنا شفناها عينة فيها دهب ميكروسكوبي احنا متأكدين منها ان فيها الدهب الميكروسكوبي نتأكد هل فيها الدهب البودرة اللي هو نقدر نجمعه بالزيبق او قطع الدهب اللي نقدر نجمعها بالزيبق في مرحلة اولى لكن بالنسبة للم colleges في العينة اللي انت شفتوها هيكون فيها بالدهب الميكروسكوبي لا تقل عن 5 جرام او 3 جرام طريقة استخراج الدهب الميكروسكوبي مضمونة بالنسبة للعينات عينات المارك بيكون فيها دهب ميكروسكوبي طيب اعزائي مشاهدين القناة لازم ان انت تحاول ان انت توصل للراسب زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي بنعرض الطريقة الصحيحة لعملية الفحص اللي لازم ان انت تتبع نفس الطريقة دي طبعا اول مرة بنعرض الطريقة كاملة في القناة عشان الناس تتعلم عشان معظم الناس اللي بتتواصل معنا مش عارفين يوصلوا للدهب الموجود في العروب الطريقة دي هتوصلك للدهب الموجود في العروب وهتشتغل على كمية بسيطة عشان تعرف لو وجدت الدهب يعني معناها ان كده هتشتغل هتبقى العملية معك مجدية مجدية ازاي لان اول مرحلة بالزيبق هتجيب 3 جرام او 5 جرام تاني مرحلة اللي هي مرحلة بالدهب الميكروسكوبي هتجيب نفس الكمية 3 جرام او 5 جرام يعني انت في الخمسين كيلو كده انت بتتكلم في 10 جرام لو اشتغلت عليها مرحلة طبعا انت الدهب الميكروسكوبي هتجمع عينات لا تقل عن طن لو اشتغلت كل يوم 50 كيلو في خلال سبوع هتجمع طن الطن ده او النص الطن اللي انت جمعته هتقدر تشتغل عليهم الميكروسكوبي وفي الفيديو اللي احنا شرحناه قبل كده عملية استخراج الدهب الميكروسكوبي وطبعا لو عاوز تتعلم الطريقة الدقيقة جدا واتابع معاك انا بنفسي ابو مريم لمدة شهر لحد ما تعلم الطريقة وتبتدي تستخرج الدهب زي ما احنا قلنا 3 جرام او 5 جرام في اليوم الواحد بالنسبة للدهب الميكروسكوبي تقدر كل يومين او 3 ايام اتطلع 3 جرام او 5 جرام وممكن ان انت كل اسبوع تطلع كمية من الدهب ممكن تتعدى 50 جرام في الطن الواحد لو اشتغلت بالطريقة الصحيحة وجمعت كميات من الرواسب عشان تشتغل بيها الطريقة الامامك هي دي طريقة الفحص بعد طريقة الفحص عزائي مشاهدين القناة هتشوف ان احنا خلاص مفيش دهب ظاهر معانا بس لازم ندقق في الطريقة يعني مفيش دهب كسيب بس فيها دهب زي ما انت شايف الدهب ضعيف جدا في العينة العينة دي في 100 كيلو حوالي 5 جرام او 50 كيلو 3 جرام يعني تتراوح بين 5 ل 10 جرام في 100 كيلو العينة اللي انت شايفها دي والشكل اللي انت شايفه عزيزي مشاهد القناة نحن نحبكم في الله ونتمنى الخير للجميع ودايما ادعم قناة مالك المناجم بلايك وانشر العلم الصحيح عشان الجميع يستفاد احنا عاوزين نحبط الناس اللي بتحاول ان هي تقفل القناة ونحبط الناس اللي هي ما بتدعمش وعاوزة ان القناة تقفل عشان ما موصلش العلم الصحيح لان الناس اللي هي شغالة في الدهب بتطلع كميات كبيرة من الدهب وللأسف اغلبيتهم شغالين غلط لان بضيعوا نسب كبيرة جدا من خام الدهب حتى طريقة استخراج الدهب الميكروسكوبي الموجودة في مصر والسودان طريقة غلط لان بضيعوا ده نسب دهب كتيرة وهنتكلم عليها في فيديوهات وهنشرح ازاي الطريقة غلط ويه هي الطريقة الصحيحة عزيزي مشاهدين القناة الله يرحم والدينا ووالديكم ونكون كلنا في الفردوس الاعلى وقوله يا رب كلنا نكون في الفردوس الاعلى يا رب ويفتح لنا باب الخير وباب الرزق في الايام المفترجة ويرحم والدينا ووالديكم